السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة تعلم هذا الفيديو خاص بمرجع المفيد في النشاط العلمي للمستوى الثاني الوحدة الثالثة محور الصوت والحركة الحصة الثالثة ما علاقة الصوت بحاسة السمع الأهداف الدرس هي أتعرف أن حاسة السمع تمكن من سماع الصوت أتجنب أسباب الضجيج وأسهر على سلامة حواسي الصفحة 39 إذا ألاحظ الصورة الأولى عامل في ورشة إذا لاحظوا يستعمل تلك الآلة المزعجة لاحظوا هذا العامل يضع سماعتين على أذنه كي لا يسمع الضجيج لاحظوا أيضا الصورة الثانية همس في الأذن إذا الهمس هو الصوت الخافت في الأذن إذا أتساءل ماذا أقول نعم كيف أتجنب أسباب الضجيج لأحافظ على السمع كيف كيف أتجنب كيف أتجنب أسباب الضجيجي كيف أتجنب أسباب الضجيجي لأحافظ على حاسة السمع لأحافظ على حاسة السمع إذا أتساءل كيف أتجنب أسباب الضجيجي لأحافظ على حاسة السمع أقترح جوابا يعني أفترض أحافظ على حاسة السمع بتجنب الأصوات المزعجة والقوية أحافظ أحافظ على حاسة السمع بتجنب بتجنب تجنب الأصوات المزعجة أحافظ على حاسة السمع بتجنب أصوات المزعجة ننتقل الآن إلى التجارب أنجز ألون باللون الأحمر خانة الصوت الذي يزعجني وبالأخضر خانة وبالأخضر الصوت الذي لا يزعجني إذا سأستعمل اللونين الأخضر والأحمر الأخضر والأحمر الأحمر إذن ألون بالأحمر الأصوات الصوت الذي يزعجني إذن هنا ما هو الصوت المزعج هل هو صوت الطائر أم هو صوت السيارة أم هو صوت المدياع إذن الصوت المزعج هو صوت السيارة ألونه بالأحمر إذن صوت الطائري أو العصفور هو صوت غير مزعج لا يزعجني إذن ألونه بالأخضر وصوت المدياع صوت غير مزعج إذن ألونه بالأخضر إذن إثنان أملأ الفراغات بما يناسب يستعمل العامل في بعض المهن مثلا هذا العامل ماذا يستعمل لأذنيه إذن يستعمل واقي الأذنين إذن يستعمل العامل في بعض المهن واقي الأذنين واقيا الأذنين يستعمل العامل في بعض المهن واقي الأذنين للحفاظ على سلامة أذنيه العبارة الثانية تستعمل في البنايات وسط المدن إذن ماذا يستعمل للصوت الخارجي لتفادي الإزعاج تستعمل حواجز 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 لتفادي الإزعاج ننتقل الآن إلى استخلص استنتاج نعم سنكتب إن خطورة إن خطورة الصوت على أذني تكبر كلما كانت ماذا شدة صوت قوية ومدة كلما كانت شدة الصوت قوية ومدة سماع طويلة إذن إذن إن خطورة الصوت على أذني تكبر كلما كانت كانت شدة صوت قوية قوية ومدة سماع طويلة إن خطورة الصوت على أذني تكبر كلما كانت شدة الصوت قوية ومدة سماع طويلة ننتقل إلى أثبت أرتب من واحد إلى خمسة مصدر الصوت حسب تزايد خطورته على أذني عندما أكون قريبا من مصدري إذن أرتب من واحد إلى خمسة مصدر الصوت حسب تزايد خطورته إذن رقم واحد هو الأقل خطورة إذن ما هو الأقل خطورة هو الهمس أنه منبه سيارة رانين الهاتف محرك الطائرة صوت آلة الغسيل والهمس إذن رقم واحد الأقل خطورة هو رقم واحد ماذا يتبعه نعم رانين الهاتف يتبعه صوت آلة الغسيل يتبعه منبه السيارة وفي الأخير محرك طائرة رقم واحد الهمس إثنان رانين الهاتف ثلاثة صوت آلة الغسيل أربعة منبه السيارة خمسة محرك الطائرة بهذا ينتهي هذا الفيديو وإلى اللقاء في فيديو مقبل والسلام عليكم ورحمة الله